اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الظهور مع البيان الاول كفيل بانفضاد الاعتصام ولكن هيهات اعلن انا ودير الدفاع رئيس اللينة الامنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان امن ولنحو شهرين صمد السودانيون كما لم يصمد من قبل حتى قال الرصاص كلمته وهو يستقر في الصدور العارية وفارقت الاجساد ساحة الاعتصام لكن ارواح الشهداء كانت تحرث الثورة وتظلل المكان اشتركوا في القناة ارادوه انقلابا لكن الثوارة كان لهم موعد مع الثلاثين من يونيو وكان يوما لاسترداد هذا اليوم الذي سرقه المخلوع ذات ليل وكان يوما منح قبلة الحياة للثورة من جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تخذيها الفتن ولا توهنها المحل نعمل ان يكون تسكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بطاية عهد جديد يتراجع فيه اليأس امام زحف الامل وتنتصر فيه السنبل على اسراب الجراد نتمناه عهدا جديدا نحترم فيه تنوعنا وننجز فيه المصالح الوطنية ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونتسلح فيه بالوعي ونشحذ ارادتنا الجماعية من اجل العبور الى وطن جديد اهلا بكم اشتركوا في القناة 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 على السقوط جرد الحساب مشاهدنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير قبل عام من هذه اللحظة التاريخية كان السودانيون على موعد مع ذكرى خالدة رحيل رمز ثورة الإنقاذ عندما سموها بهذا الإسم أرادوا لنا أن نفهم بأن الإنقاذ سيكون في حياتنا في مستقبلنا في خدماتنا في تنميتنا قبل عام من هذه اللحظة سطر أبناء السودان المشاهد التي ستروى على مر الزمان عام مضى من هذه الذكرى الخالدة ثورة أبريل أو هذا اليوم التاريخي مرورا من السادس إلى الحادي عشر هذا اليوم الحاسم الذي يحمل كثير تفاصيل بداخله نريد عبر هذه الحلقة الخاصة ونحن نواصل في دائرة الحدث الإسهام بصورة إيجابية وصولا إلى عبور آمن لهذه الفترة الانتقالية من عمر السودان تأسيسا لمنهج الشفافية والوضوح سنحاول عبر حلقة هذا اليوم النغوص أكثر في تفاصيل عام على ثورة هذا الشعب الأبي كيف مضت؟ ما الذي ينتظر منها؟ أين نجحت؟ وأين أخفقت؟ أزعى جدا في هذه الحلقة أن يكون معي الباش مهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لطرح عدد من الأسئلة المهمة وبالتأكيد ننتظر إجابات واضحة وشففة مرحبك باش مهندس وعامنا تمناه مليء بالإنجاز والعطاء ورد لدينا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن الغالي بسم الله الرحيم والرسول الكريم شكرا جزيلا أستاذ نزار وأنا سعيد أن أكون في هذه المناسبة هذا اليوم العظيم يوم انتصار السودانيين على نظام جثم على صدورهم ثلاثين عاما الحقيقة شاءت الأقدار أن تكون لشهر أبريل والتحديد أن يوم السادس منه أن يمثل علامة فارقة مرتين في تاريخ السودان الحديث المرة الأولى عندما توحدت إيرادها السودانيين ضد شمولية نظام مايو واستطاعوا أن يسقطوه عبر الحراك السلمي المجرب في صباح السادس من أبريل 85 المرة الثانية عندما استدار الزمان كهيئته وقررت قوى الحرية والتغيير أن تحدث نقلة نوعية في حراك ثورة ديسمبر المجيدة بإعلان التوجه لمحيط القيادة العامة ومطالبة القوات المسلحة بالإنصياع لرغبة الشعب وإعلان إسقاط النظام الثورة السمتبر نفسها أو ثورة ديسمبر المجيدة نفسها لم تنبثق من لا شيء هي كانت عبارة عن تراكم نوعي وكمي لمسيرة طويلة من النضال ضد نظام الإنقاذ من أموال يوم مجيئه في الحالتين كانت القوة التي تسلحت بها الجماهير هي إرادة الحياة والحرية والكرامة الإنسانية فالمجد في هذا اليوم للشعب السوداني والتحية للمتاريس المتاريس التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء هاتيك الجموع وسقتها من دماء ودموع المجد للمتاريس والمجد لمن ماته فداء للمتاريس سلمجد لكل الشهداء لما حكم الواقع أن شرط انبثاق الربيع أن ينبثق من جرح واسع أو شاسع في خاصرة الشعب ولما حكمت مجريات الواقع أن يكون قلوع أزهار الربيع مشروط بسقية الدم لم يتردد الشهداء في بذل دمائهم فالتحية لهم والتحية لكل السودانين التحية للشباب الذين انتزعوا مصيرهم بأيديهم والتحية مخصوصة للمرأة السودانية التي كانت عمودة الخيمة في هذا الحراك وكانت ولا تزال هي أخت الشمس ووجه الصلاح أنت قبل أيام باش مهندس غردت على تويتر ومباركت للسودانين هذه الذكرى العطرة وكتبت منصه ذكرى أبريل خمسة وسادسهم حلمهم الخماسي الثائر علي دابا وأيوب حمدان وياسين جدو تنبس ومحمد الحسن حنين وآدم عبد القادر يمثل عينة من ملايين الشباب السودانيين الذين ساهموا في حمل أعباء حراك الثورة ديسمبر المجيدة كان هؤلاء الخمسة يشكلون الفريق المكلف من آمنة الإعلام بحزب المؤتمر السوداني بالتغطية الميدانية لحراك الثورة ديسمبر المجيدة في الخرطوم ونقل عبر البث المباشر من خلال صفحة الحزب الفيسبوك والتي كانت مصدرا رئيسيا لمتابعة أخبار ذلك الحراك الباسل وظل الخمسة من المعتصمين ولم يبارح الميدان حتى شهدوا ذلك الصباح الرمضاني الحزين صباح الغدر والقتل والحرق والرماد تمكنوا من نقل مشاهد حية من ذلك الاعتداء الآثم على المعتصمين العزل إلا من هاتفي أو من هتاف حناجرهم بالحرية والسلام والعدالة مباش مهندس أنت الآن تغرد وتستذكر تلك الذكرى نعود بك قبل أن ندخل في كواليس يوم الحادي عشر من أبريل أنت أطلق صراحك يوم الخامس من مارس قبل شهر من هذا الحراك بعد الخامس من مارس مباشرة اتخذت تكتيك التخفي من القوات النظامية التي كانت ترصد بعض القيادات السياسية ومنهم أنت بعد ذلك انخرطت مباشرة ودخلت إلى ميدان الاعتصام يوم الحادي عشر من أبريل ما هي الكواليس والشهادة شهادة العصر الخاصة بباش مهندس الدقر في هذا اليوم التاريخي نعم أنا أطلق صراحي في مساء خمسة مارس وده كان ضمن تكتيك التبع النظام حاول يطلق بعض المعتقلين أطلق قبلي وبعضي كثير من قادة القوى السياسية في محاولة منه لفك الخناق وما إلى ذلك لكن بعد أقل من أسبوع لأنه لم أتوقف ولم يتوقف غيري من الخارجين من المعتقل من الاندغام في فعاليات الحراك فجرت محاولة الاعتقالي والمهم نفت منها وبالتالي مثل غيري رجئنا إلى المخابئ السرية وظلنا نتواصل واستمر شعبنا أو شعبنا في حراكه الباسل الجسور إلى أن قررت قوى الحرية والتغيير كما قلت بعد العديد من الفعاليات وجداول الحراك أن تحدث نقلها في هذا الحراك وكان القرار بموكب 6 أبريل اتخذنا منه رمزية والناس يسهبوا إلى محيط القيادة لمطالبة القوات المسلحة أن تنصع للإرادة الشعبية التي عندها كان مطلب واحد هو رحيل النظام ولا غير ذلك وهذا ما تم بالفعل وكانت الاستجابة مذهلة أعداد كبيرة مليونية من الناس تدفقت إلى محيط القيادة وهم يطالبون برحيل النظام طبعا استمرت مع زملائي عبر قوى الحرية والتغيير في إدارة هذا الحراك والحراك أثن إدارته كانت بصورة تلقائية من الجماهير نفسها لجان المقاومة بدت في التكوى من الوقت ذاك أو من قبل الوقت ذاك والحقيقة لما الناس وصلوا إلى ميدان القيادة ظهر السادس من أبريل لم يكن في النية أو مخططة أن يكون فيه اعتصام لكن بعد تداول سريع الناس رأوا أنه من المناسب جدا أنه يكون فيه اعتصام والاعتصام يمثل تكسيف للحراك السياسي المقاومة خاصة بعد بيان ابن عوف لا هذا قبل بيان ابن عوف كان يوم 11 أنا أتكلم عن يوم 6 والحقيقة الاعتصام قرار الاعتصام بلد واتخذته الجماهير نفسها فرضت الواقع فرضت الواقع وكان ما عند كان يعني قجعريرة النصر تسري في الجميع من أخمص القدمين إلى سويداء الروح وكلهم إصرار على عدم العودة إلى أن يتحقق مطلبهم وكان مطلب واحد هو أن يعلان سقوط النظام طيب 11 أين كان باش مهندس الدكي أنا كنت أتردد بين مكاننا كنت أختبئ فيه لأنه كنا بنجل الاعتصام للمخاطبة أول مخاطبة عملنا أعتقد أنها كانت يوم 8 أبريل حيث كلفت بتلاوة بيان من قوة الحرية والتغيير كان معي عدد من الزملاء أذكر منهم الباش مهندس صديق يوسف ودكتورة مريم وصادق والأخ مدنى عباس مدني والأخي من خالد وآخرين ربما لم تزعفنا تذكر وكلفت بتلاوة بيان يخاطب قيادة القوات المسلحة في أنها تجلس معنا لتفاكر حول إجراءات تسليم السلطة لقيادة مدنية وكنا نتردد بين الاجتماعات السرية وفارغنا السرية نوعا ما لأنه كان بعد 6 أبريل فيه شبه سيطرة كاملة للثوار على كافة الميادين فبالتالي لم نكن نحتاج إلى السرية بالمعنى ذاك يعني ولما صحونا فجر 11 من أكتوبر من أبريل على وقع المرشاة العسكرية عرفنا أن هناك شيء ما سيعلن وتداعينا إلى ساحة الاعتصام لجنة اقتصال مكلفة استمعنا كغيرنا إلى بيان الفريق أول ابن عوف بتنحية رأس النظام وتشكيل المجلس عسكري برئاسته ونيابة الفريق كمال عبد المعروف طيب لن أسألك عن ردة الفعل لأنها كانت موثقة وكانت حاضرة قبل عام ما الذي قاله باش مهندس عمر الديغير في تلك اللحظة بعد أن استمع كغيره من أبناء الشعب السوداني إلى بيان وزير الدفاع حينها عوض ابن عوف كان هناك رد جاهز نتابعه في هذا الفيديو نحن الشعب النبض ضوئي من ديسمبر لأبريل استمع الشعب السوداني قبل قليل للبيانة الذي دلاه وزير الدفاع والذي يمثل وحاول الاتفاق على مطلب الشعب بعد أن بجلت كل مجهودات المنظومة الأمنية تستصدف للطور السودانية ومطالبها الأساسية بإسقاط كل النظام وتحقيق مطلب السودانيين في الخرية والعدالة والسلام وذلك عبر أيلولة الجكم إلى سلطة انتقالية مدنية تؤثر إرادة السودانيين وتقودهم بعقل الجماعي على درب الخلاص إن البيان الذي دلاه وزير الدفاع يعتبر مرفوض لدينا جملة وتفصيلة نحن لا نقبل برصف انتصال نريد نصرنا كاملا مهندس وصفت نص الخطاب بأنه نصف انتصار ولا يمثل رغبة الشعب السوداني الآن بدأت تتفاعل في الأسافير فرضية أن هناك تنسيق تم بين قوى الحرية والتغيير في تلك الفترة ومع اللجنة الأمنية للمخلوع ماذا عن كواليس هذه الفترة ما الذي تم ما الذي تم الاتفاق عليه في هذه اللحظة وهل تفاجأتم بما قاله ابن عوف أم كان بالنسبة لكم أمر معد ومرتقب لذلك خاركت بهذا البيان أولا طبعا هذا البيان ليس بياني أنا هو بيان قوى الفرية والتغيير عبر المكونات التي كانت موجودة في ساحة الاعتصام أو لجنة الاتصال وإنما أنا كان لي شرف تكليف بإهتلاوته من خلال الإذاعة الداخلية للاعتصام والحقيقة هو هذا الموقف هو قبل ما يكون موقف قوى الحرية التغيير هو موقف الثوار يعني الثوار كلهم يستمعوا لبيان الفريغ بن عوف وعوض بن عوف وعلت الهتافات مباجرة في ميدان الاعتصام وفي كل الميادين الأخرى برفض هذا البيان باعتبار أنه يعني الوزير الدفاع هو كان وزير الدفاع في النظام القبل ونائبه كذلك وبالتالي الناس رفضوا هذا وكان المطروح هو قيام السلطة انتقالية حسب إعلان الحرية والتغيير من مجل السيادة فيه تمثيل عسكري وسلطة مدنية كاملة وبالتالي رفضنا هذا الكلام أما ما يقال عن تنسيق بين اللجنة الأمنية وقوة الحرية والتغيير هذا حسب علم الله لم يحدث على الإطلاق ولم تكن لنا أي تواصلات مع ما يسمى باللجنة الأمنية ولم نكن ذاتنا نهتم بأن هناك في الآن الشخصية ما كنت أعرف هي اللجنة الأمنية فيها أمنية لأننا كنا نتعامل مع النظام كامل كمنظومة أمنية فهذا الكلام لا أساسا له من الصحة وما أعرفه أن السودانيين انتزعوا أو كسروا قيود الاستبداد بأسنانهم وفكوها بصمودهم وفتحوا الطريق للقيادة العامة وما قبلها وما بعدها بدماء شهداهم وما كان في أي تمسيق مع أي جهة أمنية البعض يتحدث عن اتصالات جهاز ما كان في دور الجهاز الأمن بالعكس جهاز الأمن طبعا هو كان بحارف هذا الحراك ولكن كانت هناك اتصالات في المعتقل من جهاز الأمن بالمعتقلين وهذه طبعا لا يد لنا فيها هي تحقيقات السجان مع السجين هل كنت من بينهم؟ أنا كنت لقيت مدير جهاز الأمن وقيري لقاه ولقنا ضباط كتار هم الحقيقة كانوا يحاولوا في تلك اللحظات الأخيرة انغاز النظام طبعا الحوار هو تحقيق معظم التحقيقات طالتني أنا وطالت غيري من شقين شق متعلق بمحاولة لجمع المعلومات والشقة الثانية كانوا يحاولوا إيجاد مخرج للنظام كان طرحهم أن الرئيس البشير يبتعد عن المؤتمر الوطني ويكمل دورته ويتعهد بأنه لا يترشح ومقابل ذلك يكون في حوار وتشكل حكومة قومية انتقالية يكون عندها السلطة الكاملة لكن كانت إجابتي وأجزم أن إجابة غيري كان موقفنا أن الوقت قد فاد على كل هذا وأننا أمام مطلب واحد ما في تاني له هو رحيل النظام وتنحي وتطليم السلطة طيب باش مهندس اليوم يؤرخ لسقوط رأس النظام نظام الإنقاذ النظام البائد الذي خلع قبل عام عمليا هل سقط نظام البشير؟ هو من النظام كرئيس ونافزين وكذلك سقط طبعا ولا رجعت في ذلك لكن النظام كمؤسسات حتى كمفاهيم وكألداء هذا لسه مشوار طويل أنا أعتقد أنه لم يسقط كاملا وما زلنا في طريق مسيرة التغيير واطلا هي الثورة ليست ضربة واحدة لكن إذا سألتني عن الأداء طوال هذا العام في التغيير أنا أول شيء قبل ما أجيبك على هذا أول شيء تتكر أنه الكلام لما نتكلم عن قصور أو نوجه النقد لضعف في الأداء هذا ليس معناه محاولة لشق صف أو محاولة لا هي محاولة من حرص لأن الروح النقدية هي شرط أساسي للتطور ونجب نواجه أنفسنا في موازين النقد الشجاع الأمين والنقد يكون قدام جماهير صحيحنا نتحدث نتحبر القنوات الداخلية لكن عندما يجب الشعب هذا أن يملك الحقائق كاملة أنا سأكون نفسي وسأكون الحقيقة وأكون ضميري وأكون شعبي إذا قلت لك أنه الواقع جيد الواقع سيء بل في غاية من السوء والله يرضي الناس والله يرضي الناس والمحصلة بتاعة هذه الفترة هي إلى الفشل أقرب منها إلى النجاح ما زالت حمولات المعاناة تقع على الناس مثلا في الأداء الاقتصادي أن تترى الناس يعاونون في الحصول على الوقود على القبز وانفلات في الأسعار والكهر كل هذه يعني أعتقد أنه لازم نعترف بوضوح عمام أنفسنا وعم شعبنا أنه فشلنا في إيقافة التدهور صحيح نحن ورثنا وضع اقتصادي خريب ودمار كامل لكل القواعد الإنتاجية لكل البناء التحتية ولكن كان المأمول أن نوقف هذا التدهور عشان نبدأ مسيرة النهوض والتقدم لكن لحد هذه اللحظة الواقع يقول أننا لم ننجح في ذلك ولذلك لابد من وقفه وقفه أمام أنفسنا وامام شعبنا لتصحيح المسار وليعادة التقييم عشان ننطلق بمصابيح تضيء الطريق للفترة القادمة لكن هذا هو واقع يبعث على الأسى والحزن لكنه لا يقتل الأمل ولا ينبغي للأمل أن يموت يجب ونحن والناس وأي سائر في الدنيا دي ما مفروض تكون في قاموس مفردة اليأس والإحباط يجب أن نملأ أنفسنا بالأمل ونعتقد أنه نحن وإرادة شعبنا قادرة على تجاوز كل تلال تحديات مهندس كل هذه المفردات التي سقتها للتأكيد على أن هناك واقع مؤلم في السودان هل هي فقط لثقل أو للتركة الثقيلة للنظام البائد أم لقصور الرؤية من قبل الذين تسنموا سدة الحق في السودان وأنت من أكثر الذين كانوا يمارسون نقدا ذاتيا لهذه الحكومة في الاجتماعات الداخلية في منصات التواصل كنت تقدم نقب بأن هناك مسألة في القصور بأن هناك إنجاز بأن هناك إشكالية انتبهوا لهذا توجهوا نحو هذا ما الذي يمكن أن تضيب عليه في هذه المقطع طبعا هو كون النظام العام ترك مثقلة من الخراب في كل فضاءات الواقع هذه حقيقة خرب يعني يفوق الخيال ولكن نحن ما ممكن نظل مسجونين في محطة النظام السابق والدولة العميقة وفشل السياسات نحن الشعب عمل العليو وأزاح هذا النظام وعهد بهذه السلطة إلى مجموعة من القادة أعتقد أنه يعني الواجب أنه نحن بإرادة شعبنا وعبر أداء محكم يمكن أن نتغلب على كل الصعوبات لكن الواقع أنا لا نستطع في هذا ففي ضعف في الأداء هذه حقيقة لازم نقولها وننتبه لها وبالتالي لازم أن نتوقف ونصحح هذا المسار نشوف هذا الأداء مرد شنو إذا كان سياسات إذا كان أشخاص يعني بعيداً عن ما يطرحه مثلاً المحسوبين على الزواحف وخلافه نحن لا نطرح هذه وهذه الحكومة هي حكومة الثورة وهي حكومة نحن مسؤولون منها سياسياً وأخلاقياً فشل من سبلينا ونجاح من سبلينا نحن دائماً نقول إننا نحن أمام خيار واحد إنه تنجح هذه الحكومة أو تنجح ما في حاجة تانية وبالتالي نحن ما نصرح به من نقد أو تبيان لمواطن الخلل والقصور هي رؤية ندفع بها وتقابل رؤى من حتات أخرى وجميعاً نستطيع إذا تجردنا وارتفعنا إلى مستوى المسؤولية أن نتلمس مواطن الخلل ونعالج وننضي للأمام برؤية ثاقبة وبإرادة موحدة عشان نتغلب على كل تحديات الانتقال واحدة من النقاط الجوهرية التي يجب أن نحدث فيها التقييم والتقويم هي مسألة الاقتصاد باش مهندس الآن الشعب السوداني يمر بضائقة اقتصادية خلال هذا العام كيف كانت الرؤية لمعالجة أزمات الاقتصاد أنتم خارجتم من أزمة اقتصادية من تركة ثقيلة من ديون من بنيات تحتية متهالكة مشاريع اقتصادية ضربت عبر الفساد عبر الرشاوة بالتالي الآن وضعية الاقتصاد خلال هذا العام هل هي يمكن أن نؤسس عليها مرحلة جديدة أم من الصعب الحديث عن واقع أفضل الاقتصاد الآن طبعا زي ما قلت لك في البداية الواقع الاقتصادي اللي ورثناه من النظام السابق واقع سيء للغاية والنظام كأن ما قام بعملية تخريب ممنهج ومتعمد لكل قواعد الانتاج ولكل البناء التحتية وترك منظومة اقتصادية والاقتصاد نفسه هيكلته كانت يعني هيكلة اقتصاد طفيلي ريعي منحاذ لفئة قليلة والرؤية كانت واضحة في ميساغ الحرية والتغيير أنه يعادت بناء هيكلة هذا الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد انتاجي تنموي يراعي مصلحة قالبية السودان وينحاذ للفقراء منهم تحديدا لأنه نسبة كبيرة من السودانين فقراء ودعى عبر إجراءات محددة لكن لما استلمت هذه الحكومة هي نحة معالجات لا نتفق معها وأنا أعتقد أن الواقع عثبت أنها غير مجدية بدليل التدهور الحاصل يعني لما استلمت هذه الحكومة قبل سبع عشر الوضع الاقتصادي كان سيء لكن هسا بعد سبع عشر أشد سوءا يعني لم نستطع أن نوقف التدهور لماذا لم نستطع أن نوقف هذا التدهور؟ أنا أعتقد أن لخلل في الأداء لخلل في الأداء وفي الرؤى الاقتصادية التي طبقت وإجراءات مثلا تفكيك التمكين تأخرت طويلا يعني أنا أتصور أنه مثلا الجهاز الفني الذي يدير الاقتصاد ويعد الميزانية لحد كبير هل هو الجهاز نفس الجهاز الفني الذي كان موجود مع معتز موسى؟ أعتقد أنه لحد كبير تغيرت القيادات يعني ما حصل إصلاح هيكلي في مؤسسات الدولة نفسها بالصورة المطلوبة ما حصل تركيز لتحريك الاقتصاد داخليا مثلا تحدثنا كثيرا عن الولاية الكاملة لمزارة المالية على كل الموارد العامة هناك عدد كبير من الشركات الأمنية وغيرها هي خارج ولاية المالية البعض يتحدث عن الرسامي المليارية لهذه الشركات هذا حصل فيه طبعا وأنا سعيد أنه في مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريبا قرر أنه يعني يعطي هذا الملف عناية ويتابع بصورة دورية لكن هذا أعتقد أنه مثلا ما من الصعب يعني أنك أنت تحصر هذه الشركات وتشوف رساميلة خصوصا مثلا في إشارة في الميزانية الأخيرة أن هذه الشركات تحت المنظومة الأمنية تبرعت بـ 2 مليار دولار وإن كان جرى تشتيك فيها لاحقا موجودة كان في الميزانية طيب إذا هو جهة بتساهم بـ 2 مليار دولار يعني عندها كم؟ العندها ده كل مفروض يكون تحت الحكومة المدنية وهي تصرف على الأمن ويفقى السياسة العامة أو على الجيش وعلى كده ويفقى السياسة العامة التي تقرها الحكومة ده واحد كان من من الإجراءات وغير ذلك كثير يعني مثلا السيطرة على قطاع المعادن لماذا دارمت في مسائل تفصيلية تشجيع لم تطرح يعني سياسات لتشجع كانت هناك حلول يمكن أن تطرح في تلك الفترة كثير أنا أعتقد أنه كان في الإمكان أبدع مما كان وبالتالي وصلنا إلى هذا الوضع المأزوم هذا وضع مأزوم ونحن دلوقت في إشارات كثيرة بتجي من القوى الثورية نفسها كتابات في وصائل التواصل الاجتماعي في الصحف السيارة الناس يتحدثوا عن أن هناك فشل ويجب أن يتم تداركه دع عنك الدولة العميقة والزحف الأخضر هذا الشيء ولكن حتى من القوى الثورة نفسها والناس الحريصين على نجاح هذه الثورة يطالبوا بتصحيح المسار خصوصا في الملف الاقتصادي وما نعانيه الآن من معاناة ومن فشل وفي إنفلات في الأسعار دع يعني برسي الرسالة يجب أن تلتقط الحكومة وتلتقط قوى الحرية والتغيير وتأخذ وقفة لتدارس هذا الموقف عشان نعبر هذه وما في أي مشكلة عصية على الحل أبدا كأنكم باش مهندس كأنكم تراهنون على قدرة الشعب الذي خرج بهذه الثورة تراهنون على قدرته في التحمل على استمرار الطوابير على استمرار الوقوف في صفوف الخبز الوقود الغاز كأنكم تراهنون على هذه النقطة هو طبعا نحن نراهن على شعبنا دوما لكن مش بهذا الفهم يعني الشعب ذا بيصبر إذا أنت أول شيء تصارح بالحقائب الصورة دي هي سبب قيابة ما هي سبب قيابة ما أزق علاقة نظام الإنغاز بالخبز والحرية فشل في أنه يدي الناس حرية وفشل في أنه يوفر لهم الخبز والخبز والمسائل الأساسية الحياتية هي جد من احترام كرامة الإنسان إذا كان الإنسان ما لقى الحاجات دي ما بيسكت ما بيسكت عشان كده أسل الإشارات اللي بتصلنا وفي ناس كتار من الثورة يجب أن نلتقطها هي مثل البرقية التي بعثها برقية شعرية بعثها نصر بن سيار في خريفة الدولة الأموية إني أرى خلال الرمادي وميدنار وأخشى أن يكون لها ضرام آل نفتكر أنه في وميدنار إذا نحن ما ارتقينا إلى المستوى بلبيت طلعات الشعب وارتفعنا بالأداء إلى ما يخفف هذه المعاناة وأعتقد أنه في الإمكان أن يحدث ذلك لكن يجب أن نعتقد الشفافية يجب أن نطرح للشعب الحقائق كما هي يعني مثلا نعتقد أنه من المآخذ اللي بأخذها عليه اللي بأخذها في الحكومة الانتقالية وفي وزارة المالية تحديدا إنه بدء بخطاب وردي يعني مثلا كان في حديث عن أنه الميزانية ستكون فيها بشريات وإنه الميزانية ستمول من أصدقاء السودان في الخارج أنا أعتقد أنه هذه يعني ممكن أقول أقرب للأوهام ونالك حديث عن موازنة لأسبوع المقبل ونحن المحتاجين لخطاب شوف هو في التاريخ السياسي في نوعين من الخطاب اسمح لي أن أسترشل قليلا في خطاب الحقيقة والمصارحة والخطاب المبنى عنه قبل أن نستسل في هذه النقطة دعني أنبه باش مهندز أمار الدقير بأن هناك بيان بعد قليل من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوة الحرية والتغيير سيبث بعد قليل إلى حين أن يكتمل هذا البيان سنكون في تواصل مع هذا الحوار وسننتقل مباشرة بعد أن يكون الزملاء في الكنترول على استعداد لنقل هذا البيان على ذكر باش مهندس قوة الحرية والتغيير ومجلس الوزراء والمجلس السياد على أي أرضية الآن ترتكز هذه العلاقة بين المكونات الثلاث والله شوف العلاقة هذه هي ما كانت مرضية بشكل كبير فيها خلل من جميع الأطراف وهذا البيان الذي تتحدث عنه ومتوقع صدوره بعد قليل هو تتويج لسلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية وأعتقد أنه إذا الناس اتفقوا على شل بقين عليه والطرحة وقوة الحرية والتغيير وأمنت عليه والأطراف الثلاثة ستكون هناك مصفوفة تراجع هذا الأداء وتحدد يعني الأشياء التي المطلوب إنجازة تحكم الشراكة وتؤكد التزام الناس بالوسيقى الدستورية والتزام كل جهة بدورها ويتم الاتفاق على مسائل أساسية تنجز خلال الفترة الماضية أنا لست جزءا من الاجتماع لكن أتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج إيجابية وبما يبشر الشعب السوداني طيب كما بدأت هذا الحوار يكون محاورة صادقة لتصحيح المسار طيب أنت بدأت هذا الحوار وذكرت بأنه سيكون تأسيس لمبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب هذه المكونات لنقل أربع أركان قوى الحرية والتغيير مجلس السيادة مجلس الوزراء قوى الحرية والتغيير ومنها أيضا لجان المقاومة والخدمات أنت ذكرت بأنكم في البداية الوضل لم يكن مرضي بالنسبة لكم يريد الشعب أن يتعرف على المهندس ما هي الأشياء التي لم تكن مرضية أين كان عدم الانستجام حتى نضع هذه العلاقة على أرضية راسخة وثابتة وننطلق نحو الأمام أعتقد أن تلك الأساس كان في عدم التزام بالوثيقة الدستورية وذلك الأطراف كلها تتحمل مسؤوليته ويعني الوثيقة الدستورية هي جعلت من مجلس الوزراء هو الأساس في إدارة ووضعت مصفوفة زمنية أيوة في التصدي لمطلوبات الفترة الانتقالية التنفيذية المسؤولية تقع بالأساس على مجلس الوزراء ولكن مجلس الوزراء أعتقد أنه لم يمارس كل الصلاحيات التي أدتها لها الوثيقة مثلا إذا تكلمنا عن جهاز السلطة الوثيقة الدستورية تنص على تبعية جهاز السلطة لمجلس الوزراء والذي حدث والذي حدث أن مجلس الوزراء لم يقم في إعادة هيكلة جهاز السلطة ولا إطلاحه ولا سن قانون جديد ليس هناك ما يمنع سن قانون جديد للسلطة يعيد هيكلتها وإصلاحها وتبعيتها للمجلس الوزراء بالكامل وتقوم بدورها المعهود فذا واحد من المسأل والأمن الداخلي كذلك وإن كان هذا تم الاتفاق عليه في الأسبوع قبل الماضي موضوع السلام مثلا هو موضوع تنفيذي بالكامل ولكن هذا جرى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة وعلى تكوين المجلس الأعلى للسلام لكن مثلا ملاحظ أنا كنت في جبا ملاحظ غياب تام للجهاز التنفيذي هناك وهذا أتوقع أنه موضوع السلام سيكون أخذ محاورك هنا ممكن أن أتكلم فيه لاحقا العمومة للاجتماعات التي جرت خلال الأيام السابقة هي كانت تراجع هذا الموضوع وهي بصدد إحكام هذه الشراكة ووضع خطوات عملية عبر مصفة محددة عشان تصحيح المسار عشان الناس يقدروا ينفذوا المهام بتاعت الفترة الانتقالية أيضا باش مهندس قطاعات واسعة جدا من المواطنين تجعر وكأنما يد الحكومة مغلولة من أداء مهام سواء كان من قبل بعض قيادات قوى الحرية والتغيير أم أيضا من بعض المكونات العسكرية هل من سبب واقعي ومنطقي لغل يد الحكومة أنا أعتقد أن هذا غير صحيح قوى الحرية والتغيير لم تغل أو لم تكتف الحكومة على الانتقال هذا انطباع خاطئ الحكومة التغالية تنتقذ قرارات كثيرة بل عكو نحن نعتقد أن الحكومة في كثير من الأحيان هي تتجاوز لكن هناك إشارات واضحة أحيلك إلى حديث قوى الحرية والتغيير عندما أخرج البدوي مصفوفته الاقتصادية رفضت رفضا تاما من قبل قوى الحرية والتغيير تطالبون أكثر من مرة بإقالة هذا وهذا أليس هذا تداخل في الاقتصاد؟ لا هذا ليس تداخل هو أطلا الميزانية جاءت دعوة من الحكومة لمناقشتها وطرحت قوى الحرية والتغيير رؤاها في الميزانية وتحديدا في موضوع معالجة موضوع الدعم والاختلاف ليس على الموضوع نفسه على سياقاته وتفاصيله وتم الاتفاق على أن هذه المزألة تعالج في المؤتمر الاقتصادي وجاءت جائحة الكورونا وأجل هذا الموضوع لكن حتى الحكومة لم تلتزم بهذا يعني عمدت ودارة المالية إلى إنفاز سياسات رفع الدعم جزئي أنا هنا لا أتحدث عن خطأ ويمكن أن أتحدث عنه بعد قليل أنا ما أعتقد أنه من حيث نبدأ لست ضد رفع الدعم لكن رفع الدعم يجب أن يكون ضمن رؤية شاملة ومتماسكة لأن حكومات النظام السابق رفع عدد الدعم أكثر من مرة والنتيجة كانت المزيد من الانهيار لا بد من رؤية شاملة متماسكة عشان تعالج هذا الموضوع والحرية التغيير لم تغل يد الحكومة أو لم تكتفها في أي شيء من الأشياء بل بالعكس يعني كثير من الأشياء الأساسية الجوهرية نحن نسمعها في الإعلام يعني مثلا حدثت أنا حتى في حسابي في تويتر وخلافه عن التعيينات في الوظائف القيادية وقلت أنا لما كثرها التساؤلات علينا قلتنا نعلم حرية التغيير بالجهة التي تتولى أمر هذه التعيينات وهذا صحيح وكل قوة الحرية والتغيير تعلم هذا غيري لم يقولها لكن أنا قلتها وهذه هي الحقيقة يعني إذا لم تقل أنت لا تقل أما فيما يتحلق بأن الجانب العسكري بيقولنا هنا هي الحكومة ورئيس الوزراء نفسه في أكثر من مرة تحدث عن أن الشراكة مع المكون العسكري هي تدرت في الجامعات أنا أختلف مع تقييمه هذه أعتقد أن الشراكة فيها مشكلة يعني لكن الواضح أنه هي الحكومة هي التي تنازل على كل حال نحن أتمنى أن تكون تفضل اجتماعات من الجارية الآن إلى معالجة أمر هذه الشراكة وإصحاح الأمور ونقض بقفة تصحيحية لأنه يعني أعتقد أنه مثاقيل المعاناة والشقاء والعناء كثرت على الناس كثيرا ولابد من فعل شيء ملموس لتخفيف هذه المعاناة وفعل شيء ملموس هذا يبدو مطلب المواطن الكريم هم الآن يرون بأن هناك بط كثيف جدا باش مهندس في حسم لف الدولة الموازية الآن أذيال النظام البيض ينتقلون ويمارسون النشاط يتمركزون في مؤسسات الدولة وليس هناك أي إجراءات حقيقية تمارس ضدهم نستمع كل خميس إلى بعض القرارات من قبل لجنة إزالة التمكين لكن في نظر كثيرين هذه القرارات لا تكفي حتى تمضي الثورة نحو الطريق الصحيح طبعا حقيقة التمكين دي حقيقة مؤسفة من الحقائق الموجودة واعترفها الرئيس المخلوع نفسي لأنه نحن بمكنل منسوبين هذه لا جدال عليها والنظام الفات عبر سياسة التمكين سيطر على كل مؤسسات الدولة واحد من أهداف الثورة المزبتة في إعلان الحرية والتغيير وفي الوثيقة الدستورية هي تفكيك منظومة التمكين التي أسسها نظامة 89 من يونيو وهذا التفكيك يسير ببطء لماذا هذا الضوء باش مهندس؟ وهذا جدء من الضعفة العامة الذي أتحدث عنه هي مسؤولية الجهاز التنفيذي ومؤخرا كونة صدر قانون لتفكيك التمكين واللجنة متهدة في طباطه حاصل لكن هي متهنة تمنى أن يتم هذا التفكيك خصوصا في الولايات ما ظالت منظومة التمكين موجودة كما هي فالمطلوب تفعيل هذا التمكين لكن المهم الانتباه لشيء إن هذا التمكين ذي ما قال رئيس الوزراء عشية إصدار قانون تفكيك التمكين هو ليس عملية انتقامية هو عملية لإحقاق الحق والعدانة وإعادة التوازن من أساسات الدولة المسيطرة عليها النظام المباد عبر أساليب الانتماء يعني استنادا إلى معايير الانتماء السياسي والمحسوبية وغيره وهي عملية مطلوبة لاسترتاد الأموال المنهوبة ومطلوبة لأن الدولة تعود دولة سودانيين كلهم ليست دولة الحزب الواحد هذا فيه طباط ونأمل أن الأيام القادمة تشهد فاعلية وعموما أعتقد أننا برضو نحن كحزب مؤتمر سوداني وغيرنا من التجربة البسيطة بتاعة التمكين عندنا ملاحظات على القانون التمكين وأي حاجة بعد التطبيق بتصر نقاط ضعفة عندنا ملاحظات أبرى سادة ملاحظات من حيث القانون من حيث العاديين نديد فعالية وبما يحقق العدالة يعني مثلا من الملاحظات حق الاستئناف حق الاستئناف عهد بها لأي قرار تصدر إلى لجنة مكونة من القوى السياسية في الحرية أعتقد أنه من ملاحظات من أنه يجب أن يكون الاستئناف للجنة قضائية يعني هذا واحد من الملاحظات التي لكن أيضا باش مهندس تتفكيق معنا لكن مبدأ تفكيك التمكين مبدأ أساسي ومطلب أساسي ومن غيره لن نستطيع أن نحقق أهداف الفترة الانتقالية لأنه إذا كان جهاز الدولة مسيطر عليه النظام القديم بالكامل أنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء ولا بد من المحاسبة وهذه فيها طباط يعني هي برضو مقتنة بالتمكين لأنه ناس كثيرين سفكوا دماء أفسدوا لحد هذه اللحظة لم نرى محاكمات سوى محاكمة وعيدة يعني مر عام والمواطن الآن ينتظر معاقبة المجرمين ينتظر عدالة انتقالية ينتظر الكثير الكثير سأنتظر أو سأتلقى منك الإجابة لكن بعد أن ننتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي لمجلس الوزراء نستمع إلى هذا البيان ومن ثم نواصل هذا الحوار من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير ومعنا هذه الأمسية الفريق ياسر الأحطى عضو مجلس الرئاسة وسفير عمر منيس وزير شؤون مجلس الوزراء والمهندس سديد يوسف عن قوى الحرية والتغيير مرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم جماهير شعبنا الأبي البطل في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الثلاثين من يونيو المجلس السيادي مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير لتقف على مسار الصورة بعد عام من انتصارها المجيد حيى الاجتماع لضالات الشعب السوداني ومقاومته الباسلة وحيى شهداء الصورة السودانية مؤكدا عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال المسير لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة الذي يستشهدوا في سبيلي ناقش الاجتماع بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الصورة واتفقت الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية وعملها بشكل جماعي من أكل استكمال مهام الصورة وقف الاجتماع على العزمات التي تضرب بالبلاد والمهددات التي تواجهها أمنية واقتصادية وصحية وسياسية وتناولتها بالتشريح والتحليل وخرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة بصياغة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيد لتنفيذ مهام عاجلة في سبعة محاور هي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية خرج الاجتماع بقرارات مهمة للإسراع باستكمال بناء حياة للسلطة الانتقالية وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا كما حدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة والتي تعثرت من أجل المرحلة الانتقالية وحرية سلام وعدالة شهدين كان هذا بيان مجلسي السيادة والوزراء وقوة الحرية والتغيير سيد الوزير عمر معنيس وزير رئاسة مجلس الوزراء تلا هذا البيان الذي استغرق قرابة الخمس دقائق تحدث عن محاور كثيرة جدا فصل في مصفوفة التي تحدث عنها ضيفي باشمهندس عمر الديقير بإمكان أن تقدم مزيد من الاستعداد للمرحلة المقبلة باشمهندس ما الذي عناه سيد مانيس عندما تحدث بأن هذه المصفوفة يمكن أن تحدث ما معناه بخطوات تنظيم للمرحلة المقبلة أو ما الذي يفهم من ما قاله سيد مانيس هو أعتقد أنه مصفوفة ستنشر أتمنى أن يكون يتفقوا على ذلك وأعتقد أنه الواجب أن تنشر عشان الناس يعرفوها كلهم تكون قدام الشعب السوداني ومراقبته أنا لا أريد أن أستبق نشرها ما دام هما ما نشروها عبر المؤتمر الصحفي لأن هذه تقديرات تكون خاصة للمجتمعين لكن خطوط العريضة هي مراجعة للمسار في كل الملفات في الاقتصاد في السلام في العدالة في تفكيك التمكين واستكمال مؤسسات الحكم ومفوضيات ومجلس تشيئ وغيره وملف السلام تحديدا عنده عناية خاصة في هذا الكلام وبجذاول زمنية محددة هذا ما أعلمه لكن ننتظر إلى أن يفصى عنها يعني ليس من الحصافة أن أتحدث عن ما أعرف لأنه ربما جرى تعديل والاتفاق على شيء آخر لكن من المهم أن تعلن للناس وأنا أفتكر أنه دائما نحن نعتمد مبدأ الشفافية ونخرج بها للناس لكي تكون تحت مراقبة الناس والمهم في النهاية هو ليس الكلام الذي يكتب ويوقع عليه الحقيقة لأنه وقعنا على إعلان الحرية والتغيير وقعنا على الوسيقى الدستورية المهم هو الإرادة التي تلتزم بما يتفق عليه وتراغي أنه وتستمع لمضى الشارع وأصوات الناس المتعبين المقهورين اللي بيعانوا آناء الليل وأطراف النهار إن شاء الله يكون اليوم حداشر دا هو يوم مرحلة جديدة نعمل بإرادتان موحدة ونواجه نفسنا ونمشي للأمام يبقى المحكة الحقيقة باش مهندس عدم غير التطبيق عدم انتهاج نهج تمرحل القضاء يعني منذ اللحظة التي كان يعلم فيها بأن دكتور حمدوكس يؤدي القسم تم إرجاء هذا الوقت الإعلان الدستوري تم الإرجاء مسألة الولاء تم الإرجاء مرحلة البجلس تشريعي تم الإرجاء تم نقل ملف السلام من ستة أشهر الآن ندخل في شهور أخرى يعني هذا هو خوف المواطن القضايا تنتقل من عام إلى عام من شهر إلى شهر صحيح كلامك صحيح يعني الوضع لا يحتمل الإرجاءات ولا يعني تمرحل الملفات وتمرحل الملفات ولا يعتمد يعني انتظار السين والسوف سوف نعمل كذا وسوف نعمل لا يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة وخصوصا فيما يختص بالواقع الاقتصادي لأنه يضغط على الجميع لا بد أن تكون هناك إجراءات واضحة وملموسة لتخفيف حدة المعاناة ولا بد من برضو الاهتمام بملف السلام باعتباره قضية محبرية ومفتاحية وكل القضايا التي وردت في الموصف والتي أتوقع أن ترشع نفتح باش مهندس معك ملف السلام ننتقل من الخرطوم إلى عاصمة دولة جنوب السودان جبا الناس عندما فتحوا هذا الملف وعندما أعلن الإعلان الدستوري بأن ستة أشهر ستكون كافية لإنجاز هذا الملف استفشر السودانيون خيرا بأن قوى الحرية والتغيير حركات الكفاح المسلح هي الأقدر وهي الأجر على إنجاز سلام حقيقي للسودانيين لكن تفاجأنا بأن هذا الملف أخذ وقتا كثيرا وأحدث ما يمكن أن يقال في هذا الملف ما خرج به مني أركم الناوي يوم الأمس بأن ما تم الحديث عنه في جبا والاتفاق عليه لم يمس إطلاقا القضايا الجوهرية بعد عام أين السلام؟ السلام طبعا هو قضية أساسية وقضية مفتاحية من قضايا الفترة الانتقالية ومن غير ما يتم حل أيضا لا يمكن أن نصادف نجاح في بقية الملفات بعدين أنا هو طبعا كنا متفائلين وحددنا ستة شهور في الوثيقة الدستورية وهذا لم يتم لأنها طبعا صناعة السلام ليست بالأمر السهل ولم يكن هذا شيئا غير متوقع كان في برضه لأنه قضايا شائكة ومتعلقة بالأزمة السودانية منذ فجر الاستقلال أسباب الحرب هذه منغرسة في تربة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومتعلقة بالأسئلة الكبرى التي لا تزال عالغة وفي مقدمة سؤال وجود مشروع وطني ديمقراطي يعني يقيم دولة على أساس احترام التنوع والتعدد وحسن إدارته فهذه مسألة ليست بالسهلة صناعة السلام ليست بالأمر السهل نحن دعمنا المنبر الذي يجري في جوبا وأعتقد أنه يحقق بعض النجاح فيما يختص بالمسار بتعجبها السورية في قضايا دارفور وقضايا التي تمت مع الحركة الشحبية جناح مالك عقار لكن ما زلنا بعيدين عن القضايا الأخرى الأخ عبدالعزيز الحلو ما زال التفاوض معه لم يراوح الاعتبات الأولى عبدالواحد نور بعيد عن المثال ينفوين بهذه التصريحات الصادمة من القائد مني مناوي واللي وصف فيها أن القضايا ما زالت عالقة هل هو على حق؟ والرفض والله أعتقد هو ذات تغييم وهذا من هنا نوجه دعوة لأنه نحن مطلوب برضو يعني يكون في موقف موحد للجبهة الثورية من هذا الأمر حسب علمي تم النقاش عدد من الملفات لكن ما تترك ذي ما هو قال ملفات مهمة جدا عالقة من المهم في هذا الإطار أن تتوحد كلمة الجبهة الثورية ومواقفها يعني تشتت آراء ومليت من المطلحة في شيء هم جزء منكم سيد الدبير بالضبط هذا ما أردت أن أقوله إنه كمان لابد يعني في جفوة في العلاقة وفي مسافة بين الجبهة الثورية وقوة الحرية وتغيير هذه الجفوة ولابد أن تردم ولابد أن تعود المياه إلى مجاريها وأعتقد أنه عبر الحوار نستطيع أن نصل إلى المهم وهذه يعني مسيرة السلام محتاجة برضو لوقفة وإعادة النظر لنبني على الإيجابيات ونفتح المسار للسلبيات الأهم في ذلك أنه السلام نفسه لا يستحق تعريفه التاريخي والإنساني والوطني إلا إذا كان سلام شامل وعادل وفيه مخاطبة حقيقية لجزور مشكلة الحرب يعني ماذا يريد أنه سلام يكون زي المعاهدة السلامة التي أبرم النظام السابق والتي اقتصرت في قسمة السلطة وانتهت إلى لا شيء لازم يكون سلام أو شيء سلام شامل ويضم كل الناس والضحايا برضو صوت يكون محاضر وتخاطب مظالم وينصفوا وترد لهم الحقوق وكل الذين عانوا من عسف الدولة وتعديات على الحقوق الفردية والعامة هذه مزالتهم كل السودانين عشان في النهاية نخرج برؤية عالج كل مسببات الحرب وأسبابها والتي هي الجزء أساسي من تعطيل مسيرة السودان التنموية والديمقراطية منذ الاستقلال وإلى الآن هذه النقاط كلها مطروحة في طاولات التفاوض في جوبا لكن الأرض الواقع ليس هناك جديد الآن عبدالواحد يغرد كما يريد الحلو لديه طرح عقار تم التوصل معه إلى اتفاقيات جزئية بعض الشيء هناك ملف اللاجئين هناك ملف النازحين هناك أشياء حقيقية لم يتم النقاش حولها ونحن لن نتحدد عن أن الأيام المقبلة سننجز سلام لا أنا أعتقدت كلامك صحيح في صعوبات حقيقية ولازم يكون فيه التفات حقيقي لهذه المزال لكن بعدين لازم يكون فيه حضور فاعل لكل أطراف الشراكة عشان أتكلم بصراحة فترة الفاتتة كانت تقود هذه المفاوضات مجلس السيادة هناك ما يسمى بمجلس السلام المجلس السلام يتمنى أن تفعل هذه الشراكة وتكون الحكومة كجهاز تنفيذي حاضرة بقوة في ملف السلام مع الإخوة في المجلس السيادة مع قوة الحرية والتغيير ونحن عندنا يعني ثقة في الأطراف الأخرى إنها هي حريصة لأنها هي شريكة برضو في عملية التغيير أعتقد المطلوب هو نفس يعني هادي وفي نفس الوقت نفس طويل وإصرار وعزيمة نتصيع ما من مشكلة أصلا يعني عصية على الحل إذا كان الناس قاعدوا وتحاوروا المهم توجه البوصلة نحو الاتجاه السليم وتكون في مخاطبة شجاعة وصادقة وأمينة لكل الناس يتعالوا عن الحسابات الصغيرة نستطيع أن ننجز هذا السلام ولأن السلام أصي يعني هو آثاره بتتمثل في أكبر كارثة إنسانية هي مثلا العدد الكبير من اللاجئين والنازحين ومئات الآلاف من الأطفال في محسكرات النجوح واللجوء هذا كله يجب أن يفرض على الجميع أن يتساموا عشان تحل هذه المشكلة ولأنها هي المفتاح للنجاح في كل قضايا الفترة الانتقالية فأنا أعتقد أن المطلوب عمل مضاعف خلال الأيام القليلة القادمة وتشبيك الرؤى المتباعدة وتقريبة وصياغة نوقف جماعي موحد يعني عشان الناس يمشوا بهه ويقدر يخدد اختراقات في المسارات كلها ما هي رؤية الحكومة لمجابهة التحديات في الفترة المقبلة؟ هذا هو المحور المقبل في هذه الحلقة الخاصة مع الباشمونديز عمر الديغير رئيس حزب المؤتمر السوداني فاصل قصير كونوا في الانتظار عاما على السقوط جرد حساب بمعية الباشمونديز عمر الديغير رئيس حزب المؤتمر السودان مرحبا بك باش مهندس من جديد على السودان 24 دائرة الحدث بس مهندس لنمضي مباشرة إلى ملف هو من الهمية بمكان ملف العذالة التي يرجوها كل الناس في السودان هناك قضايا حقيقية ظلت أيضا تنمضي ببط محاكمة الرئيس المخلوع تنمضي ببط هناك قرارات تتعلق بفضل الاعتصام تنمضي ببط هناك قرارات كان يجب أن يبت فيها تنمضي ببط ببط أيضا هل من تفسير لهذا البط؟ والله أنا أفتكر هو يعني يفسر حالة الضعفة الآن العامة اللي تكلمت عنها في الأداء التنفيذي يعني عشان نتكلم بوضوه يعني أنا ماذا يربضها كأني أنا صاخط أو ناقم لا بالعكس إنما أنا حريص أشد الحرص على إنه ننجح لكن يعني الرأي العام كله يعرف أنه هناك طباطه في هذا الملف ملف العدالة يعني مش في شقةها الاثنين في العدالة أو بتلاثة أطلوع عندنا العدالة اللي هي محاسبة المحاسبة على الجرائم التي تمت في العهد السابق قضايا الفساد القتل وقضايا الشهد اللي ماتوا خلال هذا الحراك قبل 11 أبريل وبعدها كلها تمضي ببطء شديد يعني دلوقت عندنا إحنا معتقالين من غموظ النظام السابق في السجن اللي هم حوالي عام دون محاكمات دون محاكمات وطبعا من ناحية يبدأيه هذا غير صحيح أن تمسك الناس من غير محاكمات لكن يعني أعتقد أنه هم الناس ديالة عليهم قضايا عليهم شواهد بتاعها قضايا كثيرة لكن الفشل مننا في أنه نحن عام كامل لم نستطع أن نقدم قضية فساد واحدة للمحكمة أنا أعتقد أنه عام كامل طويل على هذه المسألة وهناك خالل يجب أن نبحث عنه ما هو فيما يختص بقضايا الشهداء هذه قضية تتعلق بالوفاء للشهداء وليهم صنعوا هذه الثورة أو كان لهم القطح المعلّى فيها القضية مثلا التي تكونت لها قضية مجدرة الاعتصام في لجنة مستقلة ليس من المنطق أن نتكلم عن هذه اللجنة أو نضعها تحت ضغط هي تؤدي عملها لكن نعتقد أن هذه اللجنة وغيرها من لجانة تحقيق تطاول أمدها يعني وأن لابد أن تخرج للناس في بما على الأقل بإجابات شافية وبعدين العدالة الانتقالية لماذا لم تكون تكون مفوضية العدالة الانتقالية إلى الآن أنا شخصيا ما عندي إجابة كل المطلوب هو أن يصار إلى قانون يعني قانون نحن شخصيا مثلا أو نحن كحزب موطمر سوداني تقدمنا بعدة مساهمات لقوانين لمفوضيات وغيرها يعني فما شايف في سبب لتأخير مفوضية العدالة الانتقالية وهي ركن ركين من أركان الانتقال فالعداية هي أساس الحكم وهي أساس الاستقرار وهي واحد من الآقانيم الثلاثة التي كانت تردد أفواه الثوار حرية سلام وعدالة وعدالة وجانب العدالة هذا يرتبط أيضا بإصلاح المنظومة القضائية لم يحدث أي إصلاح فيها دلوقت مثلا ما في محكمة دستورية المحكمة دستورية انتهى أجلا ولم يجدد للغضاء أعتقد أن فيها الرئيس بس يعني أسد وضع ذاتهم مخل لو أنت عايز تشتكل حكومة مثلا ترفع ضدها قضية دستورية ما في محكمة دستورية المنظومة القضائية لم يتم إصلاحها نحن اخترنا رئيس القضاء صحيح نائب عام لكن رئيس القضاء لما الناس قدموا مشروع لإصلاح المنظومة العدلية استعصمت بقصة استقلال القضاء وإنه ما في الجرد وفي النهاية ما حصل شيء وإنت ما ممكن تعيد إصلاحا نظام القضائي والعدل بنفس عناصر التمكين الموجودة فيه والحقيقة أنا ماذا القانوني لكن في النهاية التشريع ما له دخل باستقلال القضاء التشريع أطلاً بتحمل جهات تشريعية المجلس التشريعه ما فيه فيه بديل ليه وهذا يعني لا بد أن يصار إلى قانون لإصلاح الأجهزة القضائية ويعني لا يمكن أن تصلحها من خلال عناصر التمكين نفسها هذا موضوع متأخر ويتمنى أن لا يتأخر كثيراً وأن يصار إلى إصلاح الأجهزة العدلية وأن يصار إلى تفعيل لجان التحقيق وأن تكون عندها بعدين فيه لجان التحقيق يعني مثلاً ما مفروض تأخذ الوقت يعني مثلاً زي اللجان التحقيق التي تكونت لموكب ردة الجميل ليه كان قبل شهرين ثلاثة ما رئيس الوزراء أعطاها أسبوع واحد أظن بعد 12 يوم الصدر النايب العالقام سلمت التغريد لكن حتى هذه اللحظة تراكمت نتائج لجان التحقيق ما أنا عارف هو التغريد فيه انتهاكات تمت السبب فيه منه المغطئ منه الإجراءات شروع ما عرفنا عندك زي المحاولة اختيار رئيس الوزراء هذه قضية يعني مهمة جداً يعني لأنه برضو يتأثر كثير جداً شايف في سكوت عنا يعني ما في تنوير تم بها عندك مثلاً يوم 5 مارس الماضي تم إعلان لجنة التحقيق في مخالفات بخصوص شركة الفاخر حتى هذه اللحظة ما طيب في موضوع شركة الفاخر أنت أيضاً غرت وذكرت وقلت بوضوح الصمت لا يجوز أمام مثل هذه الاتهامات حسب العنوان الرئيسي لصحيفة اليوم التالي الصادرة نال الشركة الفاخر امتياز استيراد الوقود والغاز والقمح دون عطاءات لنفصل هذه التغريدة كلمة كلمة دون عطاءات ما الذي قصدته بدون عطاءات؟ طيب أنا ما قصدت شيء غير أنه طبعاً الكلام ده ناس لا مواني كثير غاليك كيف تقول كلام ده إذا كيف ما أقوله يعني هو الشعب ده ما لازم يعرف أي شيء والكلام ده يعني هو طافع في الصحف ومتداول في الاجتماعات الداخلية أريد تفسير حتى أمضي في بقية التغريدة نعم أريد تفسير لكلمة دون عطاءات ما أنا حاجيك لدى كله وما في إجابات واضحة يعني في اتهامات أطلقتها بعض المنصات الإعلامية الصحف والصحفيين وغيرهم في أن شركة الفاخر هذه نالت ابتيازات يعني مخالفة للنظمة المالية يعني تم إعطاء حق التوريج بعض السلعة الاستراتية دون عطاءات هكذا زعمت هذه المنابر ومخالفات أخرى كثيرة لا أذكر غيرها منها احتكار تصدير الدهب وغيرها أنا قلت في تغريتي أن هذه الاتهامات أنا لم أصدقها ولم أكذب قلت هذه تحتمل اتنين إما أنها تكون اتهامات صحيحة وبالتالي نريد إجابة وأن نشوف الخطأ دانعاج بك أو تكون اتهامات باطلة وبالتالي يجب على الحكومة أن تلاحق الجهات التي أطلقتها قانونيا أفتكر لأن هذه قضية والإجابة كرمت الصمت ليس كذلك؟ وبتمس سمعة السلطة الانتقالية ماذا كانت الإجابة؟ الإجابة إنه الصمت لكن بعدها يوم 5 مارس تحديدا تم تكوين لجنة التحقيق أكثر من شهر دلوقت ما في نتيجة واعتقد أن ما محتاج الشهر لأن القضية دي في أضابير وزارة المالية فما بعرف لي تأخر التحقيق شهر كامل ما بعرف وما زالت المنصات الإعلامية كل يوم تجدد هذه الاتهامات عدد من الصحف معروفة ولم تتم إجراءات قانونية تجاهها يعني إذا كان اتهاماتهم دماء صحيحة ببساطة شديدة جدا لاحقهم قانونيا وبرئ ساحة السلطة الانتقالية تكن المنطق يقول هكذا أما الصمت الصمت أنا أعتقد أنه طيب مهندس إذا كان كل الأسئلة التي تطرح لا نجد لها إجابات شافية أنت تشير وتقول بصراحة بأن هناك ضعف في الهدأ في الأداء الآن مرة عام هل نصمت كشركاء في عملية بنهاب الدولة كصحافة كسياسيين كمواطنين هل نصمت على هذا الأداء يجب أن ما نصمت طبعا عطلا كل الناس وعند الناس ما قاعدين يصمتوا ويعني في النهاية عن هذه ما قلت أنت جبت جزء من الخطابة اللي عملته أنا بعد التوقيع أنا قلت أنه السوار حيناموا وعيونهم مفتوحة خلال الفترة الانتقالية يرصدوا ويراغبوا وهم يرصدوا ويراغبوا وكل الناس شايفينه وعارفينه يعني وما حيسكت المطلوب هو المراجعة يعني الصمت أصلا ما خيار أتمنين الاجتماعات التي صدر عنا بيان مختصر قبل قليل أفضت إلى مراجعة كل هذه الأشياء وإلى تصحيح المسار وأنا أعتقد أن واحد من تعريفات الديمقراطية عندي هو الاعتراف الدائم بالنقصان وهو إعلاء شأن النقد الروح النقدية دائما نتكلم عن القصور وعن الخطأ ونصلحه لكن الكلام بتاع شكرا ورفع الأياد وكذا ودائما بودينا البودينا القدام هو أن ننبه لمواطن الخلل وكلنا نتشارك فيها ونشوف كيف نتجاوزها هذا الوضع بطريقة الحالية إذا استمر هو وضع غير غابل للاستمرار هذا الوضع غير قابل للاستمرار أيوة بكل وضع الأداء في كل الملفات تحديدا الوضع الاقتصادي وغيره إذا استمر على هذه الوثيرة ما قابل الاستمرار والشعب لن يسكت عليه يعني يسكت ليه إذا كانت ما يقدر تعمل ليه حاجة ما أبدا ولكن نحن بأيدينا كسلطة انتقالية كحرية وتغيير لجام مغاومة الرأي عام إعلاميين غيرهم أن نحصح هذا الوضع ونتواسق على هل الآليات متاحة باش مهندس لي لخلق أرضية توافقية تصاروحية أيها أرضية توافقية أنا مرة أخرى يعني مجدد العشم في إن تكون المصوف التي تم التوافق عليها هي يعني تشكل نقلة جديدة في مسار التصعيح ما أريد أن أستبغى الأحداث لكن لا بد من تصعيح هذا الوضع وضع سيء جدا جدا ووضع إذا استمر حيقودنا إلى مزيد من المفشل لاجب أن نواجهه بالصد وبالشجاعة وبالنزاهة وبتنحية الحسابات الصغرى لأنه نضع قدامنا الوطن وشعبه وآلامه وآماله والحالة فيها الناس يعني واجب هل هذا يعني بالضرورة أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومية جديدة؟ ليس بالضرورة على ذلك أنا أستعير تعبير أطلق صديقنا الحاج وراك هو قصره في الملف الاقتصادي قال لا بد من قضع الفروع الميتة في شجرة الطاغم الاقتصادي لأنه إذا ما قطعت الفروع الميتة بقيت الشجرة ستسكل وكلامه صحيح وأعتقد أنه صديق الحاج قصد يتكلم عن الملف الاقتصادي حاجتين اللي إحساسه بالمعاناة اللي يعيشوها الناس ولمعرفته بأهمية العامل الاقتصادي في الاستقرار يعني أنا أوسع مقولته هذه أنه نكون محتاجين لمراجعة نقطع فيها كل الفروع الميتة الفروع الميتة هذه قد تكون سياسات أو قد تكون أشخاص يعني هذه حكومتنا ونستطيع أن نراجع نراجع سياساتها ونراجع شخوصها يعني وبعدين ما بالضرورة أنت جبت يعني وزير في الحتة الفلانية ما قدير ياشي هذا ما عيب ولا يعني الناس بيتجي وبتحاول وما بيصادف التوفيق فبيكون في وذا طبعا كان لو في مجلس تشريع عاصلا بيراغ ويسوي هو كان بيقوم بالتغييرات طيب برسم هندس أريد إجابات باختصار لضيقة الزمن هل الآن الإرادة متوفرة لصن مشروع وطني قوم السوداني على الرغم من كل هذا الدقوط لا بأي عنه أعتقد أن هناك إرادة لا بد أن تكون هناك إرادة يجب نفس الإرادة التي صنعنا بعد تغيير يجب أن نستجعي الآن لعبر مرحلة الانتقال ومواجهة كل التحديات وتسلق كل التلال والتوافق على مشروع وطني وديمقراطي لأنه زمن ما بيدح يخاطب كل المسائل كل تحديات الانتقال الموجودة هي في ملفات رئيسية ملف الاقتصاد ملف العدالة ملف السلام وتفكيك التمكين وما إلى ذلك من سياسة خارجية وغيره يكون فيه مشروع متكامل أساسه أننا عايزين نبني دولة تعترف بالتنوع وتقوم لا على أساس الدين ولا العرق ولا الثقافة وإنما على أساس المواطنة خارجيا مضى عام ما الذي يعني يمكن أن يقال عن عام مقبل على ضوء علاقات سودان خارجية مع محاور مختلفة قضية رفع السودان من قيمة دول الرائع الإرهاب كيف تتوقع شكل العام المقبل فأنا أعتقد أن الثورة ذات الثورة السودانية بنفسها هي رسالة للعالم كله وهي تلقائيا فكت العزلة المضروبة على السودان الآخر إيسا الوضراء موجودات مقدرة في هذا المجال لكن ما زلنا طبعا بعيدين عن أنه ما زلنا في لائحة الإرهاب ومطلوب عمل في هذا المجال لكن ينبغي أن لا يكون هذا الجهد على حساب الجهد إحنا مطلوب أولا شيء نؤمن بأنه الحل في الداخل قضية رفع السودان من لائحة الإرهاب قضية مهمة جدا جدا ونحيي مجهودات الحكومة فيها لكن ينبغي أنه يعني مثلا أنا حزنت لأنه الحكومة في الوقت الذي يبح فيه لسان أو صوت وزير الطاقة وهو يطالب بعض الدولارات عشان الوقود الواغفة قبالة البحر الأحمر قبالة مينابر السودان يدفع سبعين مليون دولار كتسوية لضحايا مدمرة كول لكن فيها حاجة اسمها العاجل والآجل كان أولا إنك تجيب بابا واخير تفك الخنقة وتفك المعاناة وتفك الحوجة للموسم الزراعي من الوقود وغيره في الجزيرة في طوكر دلوقت الطماطم مهدد بأنه يبوز كله لأنه ما في ترحيل أعتقد أنه هذه لكن الملف هو مهم ملف صد النهضة هل نمضي في المسار الصحيح؟ ملف صد النهضة برضو أيضا قضية أعتقد أنه هي محتاجة لتقدر كبير من التشاور نحن لا ندري ما هي رؤية الحكومة بالضبط لا نعلم ما هي وسيقة الخزان وزارة الخزان الأمريكية هذه القضية السودان فيه خبرات فنية كبيرة جدا جدا هي محتاجة لموقف يبنى على رؤية فنية وسياسية تخط مصلحة السودان في الأول وفي النهاية علاقة طيبة مع كل من إثيوبيا ومع مصر أنا أقترع على الحكومة أنه يكون في قدر كبير من التشاور لهذا الملف هذا ملف حيوي وملف استراتيجي ويجب أن يدار برؤية واضحة ويشهم فيه عندنا خبرات كبيرة جدا في مجال في الجانب الفني وفي الجانب السياسي عشان نصل إلى رؤية واضحة طيب أنت دائما باشمهندس في كل المنصات ما تتحدث عن ضرورة أن يتعالى أبناء الشعب السوداني على الشجون الصغرى وضرورة أن يتم تجاوز هذه الشجوم ما هي هذه الشجوم باشمهندس الكويت أنك سألتني هذا السؤال لأنه سألني وأنا في طريقي إلى الحلقة الشجون الصغرى هي تخطاب لنفسي ولجملائي في القيادات السياسية أن الناس يتجاوزوا المصالح الزاتية والحزبية ويعني يقدموا المصلحة الوطنية العليا ويتجاوزوا عما هناك كثير من الخلافات الهامسية والجري وراء المصالح سواء كانت شخصية أو حزبية تعطل المسيرة يجب أن ننظر بذكرني بموقف الشاعر الفرنسي بودلير الشاعر ده كان في حراك في باريس حراك جمهيري راعي في طالب بالسلام والحرية والعدالة هو ما كان بيشارك فيه فلما الحراك ده أوشك على الانتصار هو شهر البندقية بتاعته مرق عشان يستحق بضم جمعا فعنده جارته عجوز فده سألته قتليه التماشيبين قال له دي فرصة مناسبة عشان أقطص من الجنرال أو بيك لأنه تزوج أمي وأنا صغير وحرمني من حنانيا في الوقت اللي فيه الناس بيطالب الحرية والسلام والعدالة هو داير يقتص منه فنحن ما هذا كل ذلك ممكن يكون عنده الجنرال اللي حرم من حنان أمه لكن يجب أن نتجاوز هذه الهمومة الصغرى وهذه الشجون وهذه الشجون إلى شجون كبرى تقتص بالوطن حتى على حساب أنفسنا على حساب أحزابنا المطلحة الوطنية تكون هي أولا خصوصا في هذه المرحلة في أقل من دقيقة لو صممت لنا رسالة للشعب السوداني وهو يواجه جائحة كورونا كل القيادات السياسية الآن تنفعل وأنتم في حزب المؤتمر السوداني لديكم رؤية وصممتم إرشادات ما هي الرؤية التي يمكن أن تقال للمواطن السوداني ككبسولة إرشادية من باش مهندز عمر الدقاء طبعا هي إرشادات معلومة للجميع هي لهذه جائحة عالمية والعالم كله الآن يواجهها نحن رسالتنا أن الناس يستدموا بالتوجهات التي تصدر اللجنة العلية لدرع الوباء التجنب التجمعات والالتزام بالإشراعات الصحية وأعتقد أنه بس دي فرصة أحيي الكوادر الطبية التي هي في مقدمة تضع أنفسها في مقدمة هذا الوباء عشان يحموا السودانيين المطلوب هو التقييد بالإجراءات والمطلوب من الحكومة هو الانتباه إلى هذا الكادر الصحي وحمايته وتوفير المعانات والمطلوب برضو مهم جدا جدا دلوقتي فيه قفلة بتاعة حضر التجول وقد يكون فيه إغلاق كامل نحن نعرف أنه سبعين ثمانين في اليوم الشعب السوداني يعتمد على رزق اليوم باليوم لا بد من التفكير في حماية الشرائح الضعيفة القادم أفضل بإذن الله أنا أعتقد أنه القادم أفضل أعتقد أنه صحيح الواقع الحالي هو غير مريح لكن لا شيء غير الأمل لا بد أن نصل إلى تلك الحالة التي لا يعود فيها بوزع الأمل أن يعود لأنه الأمل إذا ضاع ضاع كل شيء خسران الحلم يعني للإنسان يعني الاستسلام للواقع والتأقل معاه أنا مؤمن بإرادة شعبنا ومؤمن بأنه يعني الشعب الذي هزم الطغيان غادر على أن يقهر كل صحابة الانتقال وأن يعبر إلى مربع الوطن الذي ترفر فوقه راية الحرية والسلام والعدالة وكل شروط الحياة الكريمة أشكرك جزيلا شكر الباس مهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني كنت سعي جدا بالحوار معك عبر ساعة ونصف من الزمان شكرا جزيلا شكرا جزيلا والتحية لك جميع التحية لك ولمتابعين حيث ما كان إذا مشاهدين كانت هذه حلقة اليوم من دائرة الحدث عام على السقوط جرد حساب مع رئيس حزب المؤتمر السوداني الباش مهندس عمر الدقير نتمنى دائما أن يكون الوطن بخير ونتمنى أن يمضي أبريل بكل هذه الإشارات المضيئة والزاهرة نحو غد أفضل والسوداني 24 تمضي معكم وصولا إلى عبور آمن لهذه الفترة الانتقالية من عمر السودان تحياتي وفريق العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر